ها 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 أهلا بكو وفيش سنان بالقوة دي وأرجوكو باتستخدموش سنانكو يا جماعة بطريقة يعني تقلق أنا مرا كنت قاعد مع حد يعني اللي يت ايه ازاز بيبسي فتاحة يا جماعة نفتح البيبسي أنا بحيب بشرب يعني الحلمية الغازية من ازايز محيبش نشربها من كن ففتاحة يا جماعة فتاحة ندور على فتاحها، فأعني هات بازا، ايه؟ فتحها، طبعا اللي هو ايه؟ رد فعلي الواحد ببقى ساعات مش لاحق يعني ايه اللي انت عملته دا يا عم الحاج؟ ايه اللي انت عملته دا؟ وشيء مخيف جدا ان واحد يستخدم سنانه استخدم زي اللي احنا شفنا كان المسدس يا عين، في عدد كتيرة غلط بنعملها، عدد سلبية كتيرة، مش بقى مش مجرد ان انت بس بتفتح بحاجة، لا لا في حاجات تانية كتيرة اولا فيه مثلا ناس عندهم عادة انه ياكل الاكل في ناحية واحدة، بياكل دايما ناحية الامين هي دي بيبقى ساعات مضطر، ناحية الشمال فيه سنان وقعت منها وسايب ومطنش الكلام ما زرعش سنان فده ممكن يضر وشه في السيمترية كمان، فيه ناس عندهم اكل المخللات كتير، ده بيدر السنان جدا فيه ناس بيشربوا مشروبات غزية كتير، ابطالة الحمد لله، رجعت ما بشربش مشروبات باشرب مشروبات طبعية فيه ناس بيمهملين في تنظيف السنان بتاعتهم، فيه ناس بينظفوا سنانهم او بيستخدموا الخلة اللي احنا شفناها دي بشكل اوفر جدا والخلة دي ممكن تعمل مشاكل كتيرة جدا، فيه ناس بتستخدم اسنانها استخدامات عنيفة، زي ما احنا اتكلمنا في بداية كلام فيه ناس بتستخدم بقى حاجات مخيفة للسنان، السجال الالكتروني على فكرة دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تدمر سنانك السجال عموما، الشاي والقهوة، بس السجال الالكتروني لانه فيها مواد معينة ممكن تدمر السنان كلها كل ده في النهاية وصلك لحتة ان انت سنة تقع، تتلخلخ، تطعف، تتكسر، تروح لو السنة دي امامية بينة، انت بتتحرك اسرع السنان الخلفية بيخليك مش بينة، فبتتحرك بوطق بس بتضطر تروح في الاخر نتيجة مشاكل كتير انا فهم عنها الزراعة اختلفت تماما عن قبل كده عن قبل كده ده الكلام ده انا بتكلم على تطور الزراعة في العشر وخمساشر السنة اللي فاتوا تطور كبير جدا النهاردة هنفهم كل ما يتعلق بالزراعة وهنجاوب على ملفات كتيرة اوي في هذا العالم الممتع جدا عالم التكنولوجيا خدمته كتير النهاردة حوارنا مع ضيف العزيزة الذي يبدأ دائما والحقيقة بنسعد جدا وبسعد جدا بان انا نلتقي عشان انا بستمتع بحوار اولا ساموست ريسن ساموست البانست وبالاضافة لكده في الجون وبيجاوبنا على كل الخلافات وكل الدوشة اللي بتحيط بأي موضوع النهاردة زراعة اكيد في دوشات معينة وحاجات معينة هنجاوب عليها المبدأ دائما والذي قدم الكثير من العطاء الجيد جدا لعالم الثقافة المتعلقة بطب الأسنان واحد من ميجسر هذا العالم ضيف العزيز الأستاذ دكتور نوريليم مصطفى فارق جبر كده بين تجميل الأسنان وتشويه الأسنان تجميل الأسنان بالذات أول خطوة الحالة لازم تاخدها هي أنها تروح لدكتور تجميل الأسنان الدكتور تجميل الأسنان هو اللي عنده الأدوات والفيجن اللي تقدر تحول من الشكل اللي مش مصبوط لشكل جمالي متناصب ده إجراءة مهمة جدا ده حاجة في وشه احنا بنتعامل دائما كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الأسنان عضو الجامعية الأمريكية لتجميل الأسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك ضيف العزيز دكتور نور الدين مصطفى المتخصص في عالم مجال تجميل الأسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان من جامعة نيويورك كل مدارب المعتمد بالجامعية الدولية للتصوير الرقمي نورت أهلا أهلا دكتور وحشني جدا وانت جدا 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 الارضة انا جايلك بملفات خاصة بالزراعة وهنفتح ملف ملف ونقفل بقى ايه زي ما يقولوا الصغرات والفوضى الحادثة حواريا حول الزراعة في كثير من الاحوال عايز ابدأ الاول عن الاحدث ايه الاحدث دلوقتي في عالم الزراعة بص الزراعة من اكتر فروع طب الاسنان اللي استفادت من التكنولوجي واحد اصلا فكرة الزراعة زي ما اتقال في اول البرنامج ده بدأت في اول الخمسينات باكتشاف مذهل ان التايتينيوم الجسم او العظم بيفكروا عظم او بيتقالف معاه وبترصب عليه وبيبقى ما هسمعها انكيلوزز او تعظم فبيبقى التايتينيوم ده هو العظم حاجة واحد اكتر الفترة اللي فاتت بقى كل التكنولوجي مبنية على ايه ازاي عالج سطح التايتينيوم واعمل منه سبايك تساعد ان العظم يمسك اسرع واخوة لان انت في الاخر عايز تعمل ايه عايز تعمل زراعات تعيش معك وتعامل بيها انها زي الاسنان الطبعية يبقى هنا اهم حاجة عندي بتاعت الزراعة ديوربيلتي الزراعة مبنية في الاساس على ايه على قدرة العظم وقوته في الالتصاق او ان هو يحصل له تعظم او اسي انتجريشن مع الزراعات وصلنا انا شاف ان احنا وصلنا دلوقتي ان الحمد لله احنا وصلنا ان نسبة نجاح الزراعة من 95-99% ودي من اعلى نسب نجاح اي عملية في طب الاسنان يعني فيه ناس ايه بتقولك قص انا قلقانة من الزراعة طب هي نسبة نجاح حقد ايه حاجة بتروح تعمل كل الاجراءات في طب الاسنان وعمرك مسألة السؤال ده يعني علاج العصب نسبة نجاح حقد ايه اقل من الزراع التركبات السابتة اقل من الزراع وانت بتعملها وانت متطمن ليه لانه بقى اجراء روتين بقى اجراء معتمد بقى له سنين الزراعة بس عشان هي اجراء مش معتاد لسه جديد وطبعا هو مش جديد او انا منتكلم ان هو من الخمسينات وتطور اوي اخر عشرين سنة بس هو استل فرع الناس مش متعودة عليه فقال انا منه على العكس الزراعة هي من اقمن ومن انجح العمليات اللي احنا بنعملها في طب الاسنان ده بفضل ايه بفضل ان التكنولوجي بفضل التطور في المواد اللي احنا بنستخدمها فيه عشان توصلنا ان احنا نعمل زرعات بتمسك اقوى بتعيش اكتر في التكنولوجي هنا فدتنا جدا جدا معالجة الاسطح قوة الزراعات نفسها لما تعمل سباك من التايتينيا وتبقى قوية لدرجة ان انت تعمل منها زراعات رفيعة جدا علشان خطر الحالات اللي عندها مشاكل في زراعة العظم ومش عايزين ندخلها في زراعة عظم فاقدر الاقي زراعات حجمها قليل او رفيعة عشان اقدر دي لو انا عندي الزراعة حجمها قليل ما ده وارد تبقى لو معمولة من مادة ضعيفة انها تتكسر لا هم ما قدروا يوصلوا انهم يعملوا زراعات قوية جدا مهما قدرنا نخلي السمكة او الدمتر بتاعها قليل بحيث انها برضو تبقى ديربل كله كله بيفكر ازاي يطور علشان خطر يدينا زرعة ديربل مسكة في العظم عايشة بتفاعل وبتعامل معاها في الاكل بالزاد بشكل طبيعي الراجل اللي كان المسدس ده طبعا مش نخلي حد ديها كل المسدس وطبعا هم كان عايز ينقص حياته لكن الزراعات والتركيبات الحديثة قوية جدا 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 نقدر نتعامل معاها بشكل طبيعي زي الاسنان الطبيعي السؤال او اكتر معضلة دايما بتشغل بالي الناس انه واحد يروح يزرع فيتقال له العظم عندك مش كفاية تمام دلوقتي برضو من ضمن الفوائد اللي فديتنا جدا في التكنولوجي حاجتين اول حاجة ان الناس اللي ما عندهاش عظم كفاية بقيا نقدر نعمل لها عمليات زراعة عظم وتم برضو عمل ابحاث وتطوير العظم الصناعي حتى علشان فيه ناس كتير بتخاف من الاوتوجينس اللي هو العظم اللي بيتاخد من الحالة وان كان فيه بعض الحالات اللازم ما لقاش حال تم تطوير طبعا العظم الصناعي وده بقى بديل في حالات كتير قوي زي بالذات الفك العلوي في المناطق الخلفية اللي بنعمل بها عمليات رفع الجيب الانفي اللي بنعوض فيها تآكل العظم الشديد دي بقت عملية عادية جدا بنسب نجاح عالية جدا 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 خلت الناس اللي ما كانش نافع انها تعمل زراعة انها تعمل زراعة طورنا بقى الموضوع اكتر من كده ان فيه زرعات حديثة اسمها زيجومة ايمبلانت زيجومة ايمبلانت يعني انا خلاص ما عنديش عظم في الفك والحالة صحيا ظروفها الوقتية لنزرعة العظم عشان تزرع عظم فبتستنى ست شهور وبعد كده بتزرع وبتستنى ستة كمان من ثلاثة لست شهور علشان تعمل التركيبات السابقة فبنتكلم في رحلة مدتها سنة فضم تطوير نوع من انواع الزراعات طويلة الزراعات داية ما بتتحطش في الفك تتحط في الزيجومة اللي هي العظمة دا حد دي بقولت هو انا بفتح بقى الوجه ما فيش هي من نفس الفتحة من جوه يعني بنتعامل من الفم من جوه فيش اي حاجة في الوجه فيش اي حاجة بتأثر على الشكل الخارجي دي دخلة جوه لان الزيجومة دي لها بيز زي جوه ما هي عظمة الوجه العظمة دي عظمة الوجه عشان لو الناس مش عارف يعني عظمة الوجه هي العظمة دي فاحنا بنخش فيها بس من جوه ودي من انجح العمليات اللي احنا بنعملها دلوقتي وستيبل جدا زي ما تشايف ان الزراعة طويلة جدا فبتدي استابلتي فيها ميزة ان النوع دا من الزراعات غالبا الحالة بتمشي بالتركيبات فيكست في نفس اليوم يعني من ضمن الميزات بتاعتها ان احنا بنقدر نثبت على الزراعات دي في حالات كتير في نفس اليوم فالحالة بتيجي بتعمل الزراعات وبتركب بنبقى مجهزين لها التركيبات ودي ميزة برضو التكنولوجي اللي هو استخدام التصوير الرقمي والاشعة السلسية ابعاد اللي بتخلينا نجهز تركيبات قبل اصلا ما نبقى عاملين الزراعة يعني انت بتبقى حاطة الزراعة وعارف مكانها فين وعارف تركيباتها فين فيه ناس عندها تسئل برضو تلاقيها كده معلقة يقولك هعمل للزراعة ومش عارف ايه طب انا هتبان السنة دي طبيعية او مجموعة السنة دي هتبان طبيعية ولا هتبان شكلها اه ارتيفيشل طب ما تيجي نشوف اه انا محبش هرد بكلام حلو تعال نشوف السور هل الحالات اللي احنا هنوريها للناس دي ما تيجي نشوف اه ليه نتكلم انا وره والله دي شكلها طبيعي دي شكلها جميل ايدي السنة الجميل في السن بقى وده سؤال اللي جاي عبرها اختلف لان انت هتشوف السورة بقى بجد هتشوفها بلقى اختلف بص هنا كمان هنجيب السورة اللي بعدها قادي Gorani الست زراعة عشان دي ناس ما بيتصدقش انها زراعة قادي الست زراعات فوق الناس اللي بتخاف بقى من الريحة ما هنقفله على الليسة تاعملي الحال ازاي الناس اللي بتخاف يطلع شكل الليسة مش طبيعي doveش شكل الليسة عامل ازاي دي لسة الصناعة على فكرة دي مش لسة الحالة دي لسة احنا اللي عاملينها لانه مفيش لسة حلقة لان اللسة حصل لها دمور وانا عايز عوض حجم اللسة اللي حصل له دمور دا ومش قدر اخلي السنة طول كده هيبقى شكلها مش طبيعي السنة لما ديجي تدحك لازم يبقى باي حرف اللسة طب لو نفذلت بقى ديجي تدحك تلاقي سنة طول كده ما بقيت شكلها مش طبيعي فلازم يتم هنا الشكل التصميمي لللسة يطلع شكله طبيعي وشكل السنة ده محفور جوه اللسة لو خدت بالك إنه محفور حاطف رفاقه عشان يباني للسنة طالعة منه فده فن مع هندسة مع طب ثلاث فروع يشتغلوا عشان الكيس تطلعوا بالمنزلة وهو بقى السؤال العمر العمر لأنه في ناس كتير على فكرة بتضيع وقته بيتيلي تسألني تقول لي إيه أنا عايز أعمل فيلر روبوتوكس فيلر مهم فوعنا في مكان طبعا مش شايف بس بلمح كده لا على فكرة أنت أو أنت عندك مشكلة في سنانك صح صح حملي يوم في الماء فتقول لي آه صح حملي يوم في الماء ماشي هتعملي فيلر ليه بقى فتقول لي عشان الحيتين دول وبتاع والحيتين دول خليم بسبب إنه فيه سنان صح كده فاكر الفاكر ما قوله وقلناها من 8-9 سنين الفرق أسنان مش سنين يعني الفرق في شكلك أسنان طبعا ده ذكريات طبعا الفرق أسنان ما بين الشكلين أسنان مش سنين إيه الفكرة؟ الفكرة إن أنا هيكل الفك بتاعي ليه تخانة وليه سمك وليه ارتفاع ارتفاعه جاي من العظم وجاي من السنين تمام؟ طيب أنا جلد وشي ده مشدود على إيه؟ مشدود على الفك طيب لو الفك ده الأسنان فيه اتكلت أو اتشالت يبقى طول الفك نفسه قل طول وشي قل فيبدأ يحصل تراهل بالإضافة أن أنا بعد الخلق العظم نفسه ربنا خلقنا كده بيحصل له بيحصل له تآكل فلما يحصل له تآكل يبقى كسافته أو حجمه يقل برضه ده يعمل لي زي تهدل في الوش بتاعك هنشوف دلوقتي صورة حالة جاية من غير الأسنان وبعد الأسنان بقى شكلها ايه عشان نعرف الفرق أسنان ولا أسنين تعالوا نشوف بعض الوش بيطبق يا جماعة طبعا ما احترامنا شايف الفرق ده كاناب انتهى شايف الفرق ده كاناب أنا عايز أقولك بقى أننا لو مش شايل العينين كمان الفرحة اللي في العينين اه وشكل العينين إزاي مظبوط مع شكل الاسمائل لا بقولك كاناب انتهى الفرق ايه عايفاك دول نفس الشخصية الحسنة يعني الحمد لله ماش ممكن ابنتها ورسة الحسنة الفرق ايه عايزين نعلم الناس الفرق ايه عم أسنان الفرق أسنان مس سنين لو فضلت تعمل بو لا بس رب حقيقي انت جبت بقى وش مصري أصيل كمان الحمد لله ما في مشوش مصرية أجنبية شوي لكن ده وش مصري كلاسيكي بقى وشافين الفرق اه طبعا احنا انا عايزين نعرف الناس ان الزراعة من اكتر الحاجات بالذات بقى للستات اللي ترجعك شابتين ورجال قد كل الناس ما هنشوف راجل اه 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 بص الفرق بين الاتنين بص فردت بص فردت شفايفه بص شفايفه هنا كانت عاملة ازاي وهنا عاملة ازاي مبدئيا شفايفه فوق كانت دخلة يعني بص هنا شفايفه اللي تحت هي اللي سابقة فاللي بعد رجعنا تاني للشكل الطبيعي وشكل الطبيعي ان الشفافه اللي فوق تبقى سابقة يبقى الفك اللي فوق عندي سابق الفك اللي تحت يبقى خد ده مليان بص هنا الفرق اسنان الفرق اسنان مسنين انا عكبان عايز الناس اللي بتظهر في الأفلاب مسلسلات يعني لازم بالناس تكون عندها يعني اهتمام باسنانها يا جبا ارجوك لان انت بالذات اللي بظهر في التليفزيون لان انت نموذج بالظبط مش بس نموذج يعني يعني فيه ناس يعني فعلا هيتغير شكلها طبعا طبعا كنت عايز تقول حاجة انت نموذج وهتكمل انت انت نموذج والناس بتمشي وراكو فلما بيلاقيك لو انت حد معروف وبيلاقيك مهمل في أسنانك يقول لك عادي ده فلان سايب سنانك انت المفروض مدام نموذج دايما والناس بتتبعك خليك مدام ربنا اداك الحتة دي خليك تبقى مصدر هداية للناس في شكلهم في صحتهم دي هتاخد عليها على فكرة أجر ان انت الناس تشوفك فتهتم بنفسها ده الناس هتاخد يعني ده هتاخد انت عنه أجر لان انت بتخلي الناس صحتها أحسن وشكلها أحسن فيه ناس عندها فلقة ببين سنانها فمحتفظة بيقولك ده بتاع ده ده باب الرزق ده باب الساعة فلق الساعة انا متفق على حاجة ايه هي ان التجميل بالذات ده حاجة نبع من الزات ممكن على فكرة جدا يتعمل له سنان شكلها أحلى وعنده الفرق ده ويبقى شكلها أحلى بس هو مرتاحش عشان جدا دايما بقولي للناس ايه اوعى الدكتور تروح له تكشف على أسنانك وقولك انت محتاج تجميل وتسمع كلامه لازم انت اللي تقول انا عايز اعمل تجميل ولازم تتحيل عليه انا بتجيلي الحالة تقول لي انا عايز اعمل تجميل اقول لها ليه ليه عايز تعملي تجميل استانك فيها ايه تبقى اللي مدائك ولازم تناقش معاها علشان اعرف ان انا هحاولها وإلا ممكن يكون عندها اسباب وهي ويبقى تعملها تجميل والتجميل تغيير ويبقى هي مع انت التجميل ده مية حاجة انت ممكن تعمل طبيب بس ممكن تعمل راجل لسه بس ممكن تعمل تقويم التجميل مش قشرة وتجميل وفنير وتركبات لا التجميل حاجات كتير قوي فلازم تسأل الحالة وتفهم هي امي القلم دايقة وتعرف تحللها الموضوع ففكرة ان واحد مبسوط بشكل اثنان وحتى لو وحشة بعيدا عن الاعلامين يعني لا انا ما بنصحش ان هو ينصخ ورا حد لا انت لازم تكون انت اللي عايز وازم تبقى نبع منك ضيف العزيزة الخيمة العلمية المتميزة والاسم اللي أمال واحد من ميجاستر زيزة المجال لصوص الدكتور نوري ديم وصفة المتخصص في مجال تجميل الاسنان وعضو الكل مجلس العالمي لزراعة الاسنان جماعة نيويورك والمدارب المعتمد بجماعية دولية للتصوير الرقمي كان ضيف فيه الدكتور كالعادة الخميس برونقه وإطلالته المختلفة المتميز علم كثير ستسمعونه فقط في الدكتور اشتركوا في القناة